خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم في مسجد الملك المؤسس في العاصمة عمّن دعا وزير الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلاي للمواطنين إلى اتباع التعليمات الصحية كي لا تكون المساجد سبباً في نقل عدوى فيروس كورونا إذا مرض العبد أو سافر كان له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً لأن هناك ظرف نتقرب إلى الله عز وجل في بعض الأحيان فكما أن الصلاة والعبادة للإنسان الصحيح يقدمها لله عز وجل فإذا حصل ظرف استثنائي لم يستطع أن يذهب إلى المسجد أو لم يستطع أن يصلي الصلاة كما كان يصليها صحيحاً فإن الله تعالى يكتب له الأجر والثواب كما كان يصليها صحيحاً مقيماً هذا في حديث البخاري عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سنعود أيها الإخوة بإذن الله عز وجل إلى مساجدنا في الجمعة القادمة لكن نأمل وندعو الله عز وجل أن تكون مساجدنا دائماً أماكن لطهارة القلوب وصفاء النفوس وأن نلتزم جميعاً بالتعليمات حتى لا تكون مساجدنا سبباً لنقل العدوى لا سمح الله نحن نريد أن تبقى هذه المساجد أماكن للطهارة وأماكن للنظافة أماكن للطمأنينة والسكينة وإذا أخذنا الاحتياطات اللازمة واتبعنا الإرشادات ستبقى مساجدنا كذلك بإذن الله عز وجل